مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابع للقطاع العملياتي برج بوري ريج بالنحية العسكرية الخامسة من القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية صباحة اليوم إثرى عملية نوعية تمت بوسط مدينة برج بوري ريج يتعلق الأمر بابو بكر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009 وعبد اسلام الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010 هذه العملية النوعية ما كانت من استرجاع مسدسين رشاشين من عوكلتنيكوف ومسدس آلي وثلاثة نظارات ميدان وخمس مخازن ذخيرة مملوئة